اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو تبقى لديه خمسة اثلاث طيب كيف اقدر اكتبها قال خمسة لان عندي خمسة اثلاث على ثلاثة لان مقسمها على ثلاثة اذا لدي خمسة اجزاء وهنا مقسمة الى اثلاث طيب الان بنتعلم كيف اقدر اكتب هذا الكسر غير الفعلي الى اعداد كسرية لو تلاحظ معي البسط اكبر من المقام لذلك هو كسر غير فعلي طيب كيف اقدر اكتب على شكل عدد كسري تعال لاحظ معي هذا المثال بسيط اكتب الكسر خمسة على ثلاثة على صورة عدد كسري مكافئ اللي قبله شوي هذا هو في التمهيد اللي اخذناها قبل شوي خمسة على ثلاثة كيف اقدر اكتبها قال خطوة الاولى تقسم قسمة مطولة بهذا الشكل خمسة على ثلاثة خمسة في البسط هذه الخمسة والثلاثة في المقام هذه الثلاثة اذا خمسة تقسيم ثلاثة الآن نقسم قسمة عادية جدا خمسة تقسيم ثلاثة تقبل كم فيها اعطني عدد اضرب في الثلاثة يعطيني خمسة فيه لا ما فيه طيب وش اخذ قال خذ الواحد هو اقرب شي ليش لان واحد في ثلاثة بثلاثة ليش ما اخذت اثنين لو قلت اثنين ضرب ثلاثة بستة اصبحت اكبر من الخمسة اذا ما انفى انا يا اخذها خمسة يا اقل من الخمسة لذلك خذت واحد اذا واحد في ثلاثة بثلاثة الآن نطرح خمسة ناقص ثلاثة باثنين تعالى نكمل القسمة اقدر اقسم باثنين على ثلاثة لا ما اقدر لان الثنين اقل من ثلاثة اذا هنا انتهت القسمة طيب الآن ابغى اكتبها على صورة عدد كسري قال الخطوة الثانية لاحظوا معي الخطوة الثانية مهمة جدا اكتب ناتج القسمة على صورة عدد صحيح وين ناتج القسمة؟ كان ناتج القسمة هذا الواحد اذا اللي فوق هذا يسمى ناتج القسمة اذا هذا الواحد اكتب هنا واحد كعدد صحيح ممتاز كتبنا الواحد قال لي بعده قال اكتب الباقي وين الباقي؟ الباقي هذا هو والاثنين على صورة كسر اذا رح اكتب الاثنين بهذا الشكل اثنين على صورة كسر يعني حط خط الكسر مقامه هو المقسوم عليه وين المقسوم عليه؟ اللي هو الثلاثة اذا هذه الثلاثة اذا بشكل مختصر الناتج ناتج القسمة كتبت عدد صحيح واحد الباقي هذا الباقي عندي لتحت اثنين كتبته في البسط على خط كسر لاحظوا معي هذا خط الكسر على المقسوم عليه وين المقسوم عليه اللي هو ثلاثة هذه الثلاثة اذا اقدر اقول ان خمسة على ثلاثة تساوي واحد واثنين على ثلاثة او واحد وثلاثين نبن انتقل الى سؤال اخر اكتب الكسر خمسة على اثنين على صورة عدد كسري مكافئ بنفس الخطوات السابقة الخطوة الاولى اقسم قسمة مطولة خمسة هذه الخمسة على اثنين اذا هذا يسمى مقسوم وهذا مقسوم عليه لابد اعرف المسميات حتى اذا اجيت اكتب اكتبها بشكل صحيح طيب الان خمسة تقسيم اثنين تقبل كم فيها ممتازين اثنين لان اثنين في اثنين بأربعة طيب ليش ما أخدت أكبر من اثنين لا ما ينفع لو قلت ثلاثة في اثنين بستة لا ما ينفع طيب ليش ما أخدت أقل من الاثنين أخدت واحد واحد في اثنين باثنين لا أنا أبحث يا الخمسة يا أقل منها بشيء بسيط يعني أبحث عن عدد يقربني من الخمسة يا ضربت في الاثنين لأن اثنين في اثنين بأربعة الآن أطرح خمسة ناقص أربعة تبقى لدي واحد طيب الواحد هذا أقدر أقسم على الاثنين لا ليش؟ لأن الواحد أقل من الاثنين إذا الخطوة الأولى انتهت نبن انتقل الخطوة الثانية وهي المهمة جدا أكتب ناتج القسمة على صورة عدد صحيح وين ناتج القسمة؟ هذا هو الاثنين كتبت اثنين ممتاز اللي بعده قال أكتب الباقي وين الباقي؟ واحد على صورة كسر وهذا كتبنا الواحد اللي هو الباقي على صورة كسر خط الكسر مقسوما على المقسوم عليه هذا هو المقسوم عليه إذن على اثنين إذن كتبت الناتج اثنين ناتج القسمة حطيت خط الكسر جيت للباقي واحد كتبت في البسط أخذت المقسوم عليه وكتبت في المقام كذا كتبت الكسر الغير فعلي على صورة عدد كسري إذن خمسة على اثنين تساوي اثنين ونص بهذا الشكل نبن انتقل الآن إلى مثال آخر أكتب الكسر تسع وعشرين على اثنين على صورة عدد كسري مكافئ تعال نشوف الخطوة الأولى اقسم قسمة مطولة ممتازين تسع وعشرين على اثنين طيب الآن تعال اقسم تسع وعشرين على اثنين عشان أقسم 29 على 2 أبدأ وحدة وحدة أجل 2 2 تقسيم 2 تقبل لما تقبل تقبل ممتازين كم فيها فيها الواحد بارك الله فيكم صحيح إذن 1 في 2 ب2 أطرح الآن 2 ناقص 2 بصفر والتسعة هذه أنزلها هنا صحيح 9 تنزل هنا ممتازين الآن اقسم 9 على 2 9 تقسيم 2 أقرب عدد أضرب في الاثنين يعطني 9 أو أقل هو الأربعة ممتازين إذن 4 في 2 بثمانية اطرح الآن 9 ناقص 8 بواحد طيب الآن الواحد هذا أقدر أقسم على الاثنين لا ما يقبل لأن الواحد أقل من الاثنين إذن القسمة هنا انتهت الخطوة الأولى انتهت إنه بنجي الخطوة الثانية قال لك الخطوة الثانية أكتب ناتج القسمة 14 كتبت 14 واللي بعد أكتب الباقي على صورة كسر وين الباقي هذا الباقي واحد هذا يسمى الباقي واحد مقامه هو المقسوم عليه هذا المقسوم عليه إذن على الاثنين إذن باختصار عشان أكتب 29 على الاثنين بصورة عدد كسري أخذ ناتج القسمة 14 أكتبه بعدين أجل الباقي الباقي كم عندي واحد أكتبه في البسط ثم أحط خط الكسر أجل المقسوم عليه المقسوم عليه كم اثنين وحط اثنين إذن أقدر أقول أن 29 على الاثنين تساوي 14 ونص دعونا الآن ننتقل إلى تدريب لدي التدريب هذا يقول أكتب الكسر ثمانية على ثلاثة على صورة عدد كسري مكافئ الآن أبغى أكتب هذا الكسر بصورة عدد كسري الخطوة الأولى أقسم قسمة مطولة ممتازين ثمانية على ثلاثة أعطني عدد أضرب في الثلاثة يعطيني ثمانية أو أقل من كم يشطار ممتازين اثنين لأن اثنين في ثلاثة بكام بستة وهو أقرب شي اطرح الآن ثمانية ناقص ستة فيها الاثنين طيب هل الاثنين هذه أقدر أقسمها على الثلاثة لا ما أقدر إذن خلاص القسمة هنا انتهت أنتق الخطوة الثانية طيب الخطوة الثانية ممتازين اكتب الناتج ناتج القسمة كتبت ناتج القسمة اثنين وبعدين صحيح ممتازين خذ الباقي واكتبه في البسط كتبته في البسط حط خط كسر اللي في المقام هو المقسوم عليه إذن أصب عندي اثنين واثنين على ثلاثة إذن اثنين وثلاثين بهذا الشكل إذن ثمانية على ثلاثة تساوي اثنين واثنين على ثلاثة دعونا الآن ننتقد سوية إلى مثال آخر أنتج أحد مصانع القماش ستة وعشرين على خمسة مليون متر مربع العام الماضي اكتب الكسر على صورة عدد كسري عشان أكتب على صورة عدد كسري الخطوات أقسم قسمة مطولة ستة وعشرين على خمسة من يقولي كما فيها ممتازين باركرة فيكم صحيح خمسة إذن خمسة في خمسة بخمسة وعشرين اطرح ستة وعشرين ناقص خمسة وعشرين بواحد طيب الآن الواحد هذا أقدر أقسم على الخمسة لا ما أقدر ممتازين لأنها أقل لو كان أكبر من خمسة أقدر أقسمها لكن هو أقل من خمسة إذا ما أقدر أقسمها إذن الخطوة الأولى انتهت نبني نجي الخطوة الثانية من يقول الخطوة الثانية وشي؟ ممتازين اكتب ناتج القسمة كعدد صحيح وهذا كتب ناتج القسمة اللي بعده خذ الباقي هذا الباقي حطه في الباست كتبته في الباست وسويت خط كسر خذ المقسوم عليه وضعه في المقام إذن هذا هو في المقام إذن أقدر أكتب الكسر ستة وعشرين على خمسة يساوي خمسة وخمس بهذا الشكل دعونا الآن ننتقل مع بعض إلى أسئلة الشاملة اللي أخذناه اليوم أكتب الكسر احدعش على أربع لصورة عدد كسري مكافئ تعالي نكتب 11 على أربعة إذن قسم مطولة 11 تقسيم أربعة الـ 11 الأقسم على أربعة كم فيها؟ ممتازين فيها الـ 2 إذن الـ 2 في 4 بـ 8 تعالي أطرح 11 ناقص ثمانية فيها الثلاثة ممتازين طيب هل أقدر أقسم الثلاثة على الأربعة؟ لا ما أقدر لأنها أقل إذن الخطوة الأولى انتهت طيب الخطوة الثانية شطار ممتازين خذ ناتج القسمة واكتب كعدد صحيح ممتاز ثم باقي القسمة اكتب في البسط وحط خط كسر والمقسوم عليه ضعف المقام إذن 11 على أربعة يساوي 2 و 3 أربعة إذن بهذا الشكل كتبنا 11 على أربعة صورة عدد كسري نبنى أنتقل إلى سؤال آخر أكتب الكسر 23 على 5 على صورة عدد كسري مكافئ وش راح نسوي؟ ممتازين نبدأ بالقسمة المطولة 23 على 5 فيها ممتازين الأربعة الآن أربعة في خمسة بعشرين اطرح الآن 23 ناقص 20 يساوي 3 طيب الآن الثلاثة هذه أقدر أقسمها على 5؟ لا ما أقدر لأنها قل من 5 إذا الخطوة الأولى انتهت طيب الخطوة الثانية ممتازين خذ ناتج القسمة واكتب كعدد صحيح خذ الباقي وهذا الباقي كتبت في البسط على خذ المقسوم عليه وضعف المقام إذن 23 على 5 تساوي 4 و3 على 5 أو 4 و3 أخماس بهذا الشكل الآن ننتقل مع بعض إلى سؤال آخر أكتب الكسر 17 على 3 على صورة عدد كسري مكافع أول القسمة المطولة ممتازين 17 على 3 كم فيها؟ ممتازين فيها الخمسة لأن 5 في 3 15 اطرح الآن 17 ناقص 15 فيها الاثنين طيب الاثنين هذا أقدر أقسم مع الخمسة؟ لا ما أقدر إذن خلاص القسمة وقفت هنا أجل الخطوة الثانية باكتب الحين ممتازين خذ ناتج القسمة واكتبك عدد صحيح خذ الباقي واكتبه في البسط ثم ضع خط القسمة خذ المقسوم عليه وضعه في المقام إذن 17 على 3 تساوي 5 وثلثين أو 5 واثنين على ثلاثة بهذا الشكل الآن يا عزاء الطلاب انتهينا من شرح هذا الدرس نبنى أخذ الآن ملخص لدرسنا اليوم إذن اليوم تعلمنا طريقة كيف أكتب الكسر غير الفعلية على صورة أعداد كسرية كيف؟ تعالوا نشوف ملخصها لكتابة كسر على صورة عدد كسري اقسم البسط على المقام إذن أول شيء يقسم البسط على المقام قسمة مطولة ممتاز وبعدين أكتب الكسر بحيث يكون بسطه الباقي ومقامه القاسم بهذا الشكل لاحظ معي 17 على 3 إذن أقول فيها الخمسة لن 5 على 3 بـ 15 اطرح الآن 17 ناقص 15 فيه الاثنين إذن الاثنين ما قدر أقسمها على ثلاثة انتهت القسمة أنا أريد أن أكتب 17 على ثلاثة بصورة عدد كسري خذ ناتج القسمة 5 كتبتك عدد صحيح خذ الباقي هذا الباقي وقسمه على القاسم ما هو القاسم؟ اللي هو الثلاثة إذن الباقي 2 على ثلاثة بهذا الشكل إذن انتهينا من درسنا اليوم سهل وبسيط ومفيد أيضا لنا في دروس قادمة بإذن الله أستودعتكم الله الوداع التي لا تضيع حفظكم الرحمن من كل شر شكرا لكم لحسن متابعتكم لنا ونتطلع أن تسابعونا في دروس لاحقة بإذن الله في أمان الله ترجمة نانسي قنقر